شكرة الكتاب الإلكتروني وسرعة انتشاره بشكل كبير جدا واللي انتشر بسهولة كمان سهولة انتشاره وسرعة انتشاره ودايما بنقارن ما بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني هل حضرتك شايف أنه الكتاب الإلكتروني ممكن يطغى على الكتاب الورقي أو هو بالفعل يطغى على الكتاب الورقي؟ مساء الخير يا سوزيراني على حضرتك وكل السادة المشاهدين يا مساء الفولي فند يحكى أن يعني لو هنبدأ بعنوان برنامج حضرتك أن بالفعل الكتاب الرقمي سواء بكل أنماط وأشكاله سواء كتاب صوتي أو كتاب بي دي اف أو يعني تطبقات كتب صوتي أو غيرها الكفة يمكن رجحة في صف هذا النمط للأسف طبعا ده يعني في مقابل تراجع الكتاب المطبوع مش في مصر فقط لكن في العالم في العالم في العالم كل أولا حضرتك على حاجة لما جات كورونا تحديدا ده حصل تحول كبير جدا في صناعة النشر في العالم أيوة بدأت دور النشر العالمية يعني تتحيل على هذا الظرف التاريخي للأسف يعني أدى ليه عدد كبير جدا من المتابعين لحركة النشر والكتب وغيرها أنهما يعني بسبب ظروف التقاعد في المنازل وهكذا بدأت تقديم لهم خدمات تعدد من الخدمات زي تقديم تطبعات كتب الصوتية زي تقديم نمازج من الكتب الصوتية الكتب البي دي اف للقراء في العالم علشان نبدأ نغطي هذه الفجوة اللي حصلت في صناعة النشر علشان هذه دور النشر تبدأ تواصل دورها ومعامها وما تتوقفش بسبب ظرف كورونا فالكفة في صالح الكتاب الصوتي والكتاب الرقمي الديجيتال فيه مقابل للأسف تراجع يعني الكتاب المطبوع في الحالة المصرية بقى عشان المجتمع ده المصري بالأرقام احنا عندنا يمكن تسعة وتلاتين مليون فاصل ستة من عشرة نولة 40 مليون من المجتمع المصري هي في فئة الاطفال او جيل زي جيل زي هذا الجيل هو الجيل الديجيتال او الرقمي اللي بتعاطى مع المحتوى الرقمي في المقام الاول هو جيل التابلت والموبايل والسمارتفون وهكذا هو بتلقى المحتوى بشكل يعني رقم اكتر من كونه بينزل يشتري او يدور على كتاب ورقي